تجري في هذه الأثناء على أستاذ عمان الدولي مباراة استعراضية تجمع نجوم كرة القدم الأردنية من كافة الأندية في لقاء يأتي بدعم من صندوق حساب الخير للحديث أكثر عن أجواء هذه المباراة ينضم إلينا من أستاذ عمان الدولي الزميل حسام نصار مساء الخير حسام الكلمة لك مساء النور الزميلة سميحة مساء الخير لك وجميع أستاذ المشاهدين الأجواء هنا بالرغم من عدم موجود جماهير لأنه أجواء مثالية في هذه المباراة الاستعراضية التي أطلقها أو نظمها اتحاد كرة القدم ضمن مبادرة التصدي بدعم من حساب الخير هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم أركان اللعبة في الأردن سواء لعبين أو مدربين وكافة الأركان النتيجة حتى الآن تشير إلى التعادل بأربع أهداف لكل فريق الفريق الأحمر مع الفريق الأبيض يشرف على تدريب كل من الفريقين الكابتن عيسى الترك والمدرب الوطني راتب العوضات سنتحدث أكثر عن هذه المبادرة مع السيدة سمر رصار أمين عام اتحاد كرة قدم ست سمر أول شعرتكم العافية نرحب بعودة الملعب الأردنية لاحتضان المباريات من جديد قبل أسبوع فقط من انطلاق أو استأناف دوري المحترفين كيف تشاهدين هذه المبادرة وتشاهدين هذه الأجواء الأخوية بين نجوم كرة قدم الأردنية نحن ساعدين كثير بعودة الروح للملاعب وعودة اللاعبين صحيح نحن عم نفتقد الجماهير بسبب جائحة كورونا بس إن شاء الله العودة الآمنة في المستقبل القريب وزي ما شايف اليوم كافة أركان اللعبة متحدين بلون الوطن لاعبين مدربين حكام ولاعبات متوجدين عشان يصلتوا الدوء على قضيتهم وعلى هذه الرياضة وإنه يوصلوا الرسالة إنه كرة القدم قطاع حيوي اقتصادي وبيحتاج الدعم زيه زي باقي القطاعات يعني اليوم مبادرة أطلقتها من قبل أيام لدعم أركان اللعبة في الأردن كيف تشاهدين هذه المبادرة كيف الهداف التي رسمتموها عم تتحقق خلال هذه الأيام؟ أطلق الاتحاد الأسبوع الماضي مبادرة مسئولية اجتماعية مبادرة التصدي والتصدي للتحديات بيواجهها المجتمع لاسيما بتواجهها القطاع الرياضي وأول نشاطات هذه المبادرة حابين نسلط الدوء على معاناة أركان اللعبة للضرر وبسبب الإيقاف الطويل شكرا لك ستمر على هذا التوضيح نتمنى لكي توفيق ونتمنى تكون الأسبوع الجاي عودة يعني أكثر مرة على الرياضة الأردنية وكرتة قدم الأردنية بالتحديد يعني بشكل سريع سميحة كانت هذه الأجوال لديه هنا في أستاذ عمان الدولي أعود لك يا وللزملاء في قسم الأخبار ومتابعة باقي أخبار هذا اليوم حسام نصار كنت معنا من أستاذ عمان الدولي شكرا جزيلا لك وفي خبر آخر أصدر اتحاد كرة السلة رزنامة منافسات الموسم الجديد إضافة لتقديم دعم مالي بمبلغ أربعين ألف دينار لكل ناد تدفع على ثلاث دفعات تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير قريبا إحنا هلأ ما حكينا بموضوع العقد اليوم كوت جوي همه هذا الويندو بعد طول انتظار وغموض كبير حول عودة كرة السلة الأردنية ها هو اتحاد السلة يعلن بدء مسابقاته من جديد ويصدر رزمة من القرارات لضمان نجاح هذه العودة هذه القرارات كلها جاءت من خلال بيان صحفي نشره اتحاد السلة ومن أبرز ما جاء في هذا البيان هو إطلاق رزنامة الاتحاد لموسم 2020 بشكلها النهائي حيث سينطلق الدوري الممتاز في منتصف تشرين الأول ولغاية نهاية كانون الثاني لإتاحة الوقت لإقامة كأس الأردن اعتبارا من بداية تشرين الأول بتنظيم مختصر أما في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على رياضة السلة كشف الاتحاد في بيانه عن تقديم دعم مالي أولي بمبلغ أربعين ألف دينار لكل نادي بحيث تدفع على ثلاث دفعات الأولى قبل انطلاق الدوري بقيمة عشرين ألف دينار شريطة تسجيل عشرة لاعبين أربعة منهم على الأقل من القائمة المقيدة فيما تدفع الدفعة الثانية في منتصف الدوري والثالثة بعد المباراة النهائية على أن يحصل بطل الدوري على مبلغ مئة ألف دينار قرارات عديدة ومهمة أصدرها الاتحاد في ظل إصراره على عودة الحياة لكورة السلة الأردنية فهل ستكون هذه القرارات كفيلة بإنجاح الموسم المقبل أم أن الحكم ما زال مبكراً؟ يستضيف انتر ميلاً منافسه نابولي الليلة في لقاء الذي سيقام على ملعب جوسيبي مياتزا في قمة منافسات الجولة السابعة وثلاثين من عمر الدور الإيطالي لكرة القدم ويدخل انتر اللقاء وعينه على تحقيق الفوز في ظل سعيه للحفاظ على المركز الثاني بفارق نقطة عن أتالنتا قبل المواجهة الحاسمة على الوصفة التي ستقام الأسبوع المقبل على الجهة المقابلة يسعى نابولي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي من أجل تحسين مركزه أكثر على سلم الترتيب حيث يحتل نابولي المركز السابع برصيد 59 نقطة فيما يحتل انتر ميلا المركز الثاني برصيد 76 نقطة